الحمد لله الحمد لله القائل في كتابه العزيز ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم عحيما أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت أهل الحمد وأهل الثناء والمجد وأهل كل كمال بعد وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله وعسله نصح الأمة وكشف الله به الغمة بلغ الرسالة وأدى الأمانة وقال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه قالوا وكيف يذل نفسه يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم يتعرض من البلاء لما لا يطيق صلوات أبي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد فحديثنا اليوم بإذن الله تعالى عن موضوع في غاية الأهمية وهو الهجعة غير الشرعية وألقص حديثي فيه في أربع نقاط الأولى أن الهجعة غير الشرعية قد تؤدي إلى الهلاك المحقق للأنفس وأن الحفاظ على النفس من المقاصد السامية التي أجمعت عليها جميع الشرائع السماوية وأن قتل النفس من أعظم الكبائر سواء أكان الإنسان قاتلا لنفسه أم قاتلا لغيره عمدا كالانتحاي والعياذ بالله أو شبه عمد كمن يخاطر بركوب سفينة متهالكة تؤدي به إلى الهلاك أو كمن يخاطر بركوب سفينة تحمل فوق طاقتها الطبيعية كما يفعل تجار البشر ومهربوهم في الهجرة غير الشرعية غير أن بعض الشباب قد يجادلك فيقول لك أنا أريد أن أغامر أو أن أخاطر فإما أن أحقق الصراء الواسعة الذي أسعى إليه وإما أن أموت فأستيح وهنا نقول له ما قاله الشاعر العربي الحكيم يا بني ولو أن إذا ميتنا اصطرحنا لكان الموت راحة كل حي لو أن الموت تتبعه راحة حقيقية فهذا المبتغى ولو أن إذا ميتنا اصطرحنا لكان الموت راحة كل حي ولكن إذا ميتنا بعثنا ويسأل جمعنا عن كل شيء عن كل شيء فأنظر إلى العاقبة إن كان الموت في مرضات الله في سبيل الله في سبيل الوطن فأنت في نعمة أما إن كان الموت قتلا للنفس فأب العزة يقول في كتابه العزيز ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم أحيما ومن يفعل ذلك أي من يقتل نفسه ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا ويقول سبحانه والذين لا يدعون مع الله إلها آخا ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك هلق أثاما ليس إسما واحدا يضاعف له العذاب سواء أكان قاتلا لنفسه أم قاتلا لغيره لأن الناهي عن قتل النفس جاء عاما هنا وجاء مخصصا في آية الأخرى ولا تقتلوا أنفسكم ذلك أن من أقدم على قتل نفسه كان أكثر جرأة وإقداما على قتل الآخرين والأديان كلها حريصة على سلامة الأنفس النقطة السانية من الناحية الشرعية والقانونية معا أن حرمة الدول كحرمة البيوت فكما لا يجوز لك أن تدخل بيت أحد إلا بإذنه وإلا كنت معتديا على حرمة البيت فإنه لا يجوز لك أيضا أن تدخل أي دولة إلا بالضوابط القانونية لدخولها وبإذن السلطة الرسمية المختصة فيها وإلا كنت معتديا على حرمة هذه الدولة وكما لا تحب أن يعتدي أحد لا على بيتك ولا على دولتك فعامل الناس بما تحب أن يعاملك به النقطة السالسة وهي تحزير خاص لأي شاب يمكن أن يفكر في الهجرة غير الشرعية كثير من الشباب ومن الناس الذين حاولوا الهجرة غير الشرعية أودى بهم المقام أو نهاية المطاف إلى الوقوع في براسن الجماعات الأرهابية المتطرفة ولا سيما أن هناك بعض الدول المعروفة التي طارع الأرهاب وتجند المرتزقة وتستقطب الشباب عبر الهجرة غير الشرعية وتدفع بهم إلى الهلاك من خلال الجماعات الأرهابية والمتطرفة يستقطبونهم تحت دعوى العمل أو توفير فراص عمل وإذا بهم يجدون أنفسهم في براسن الجماعات الأرهابية والمتطرفة لأنهم لم يخرجوا في حماية دولتهم وبالطرق القانونية التي تحفظ لهم إنسانيتهم وتحفظ لهم كرامتهم نسأل الله العلي العظيم أن يحفظ شبابنا ووطننا وأبناءنا وأمننا من كل سوء ومكروه توبوا إلى الله واسألوه العفو والعافية الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بقيت النقطة الأخيرة وهو أننا يجب أن ننسب الفضل لأهله فنزك أن الدولة المصرية في السنوات الخمس الأخيرة بما أحدثت من نقلة نوعية في تحسين الأحوال المعيشية والحياتية والبنية التحتية لأبنائها وبما أقامت من مشروعات كبرة وخاصة كسيفة العمالة قد حدت إلى حد كبير من الهجرة الخيار الشرعية واستطاعت بفضل الله عز وجل أن تحول ما كان يعرف بمراكب الموت التي كانت أخبارها كسيرا ما تسمع استطاعت الدولة المصرية أن تحول مراكب الموت إلى مراكب النجاح وأطلقت مبادرة عظيمة هي مبادرة مراكب النجاح ولكي نعظم من هذه المبادرة على المستوى الوطني وحتى على المستوى الدولي والإنساني أختم حديثي بتوجيهين الأول على المستوى الوطني والمحلي وهو مزيد من الجهد مزيد من العمل مزيد من الإتقان ولا بد ولا بد أن نعمل وبقوة وبتدين وبوطنية على تشجيع المنتج الوطني لا بديل عن تشجيع المنتج الوطني بيعاً وشعاءاً واستخداماً وتجارة المستهلك عليه أن يعظم اقتصاد بلده بتشجيع المنتج الوطني والعامل والصانع وأجل الأعمال عليهم أن يجودوا منتجهم وأن يعظموا إتقانه وأن يقوموا على حسن إتقانه فتقوية الاقتصاد الوطني والمنتج الوطني يسهم بالطبع في مزيد من فرص العمل أمام شبابنا لنجنبهم الهجرة الشرعية وغير الشرعية ويكون لهم في بلدهم ووطنهم ومستقرهم وبين أهليهم ما يوفر لهم الحياة الكريمة وعلى المستوى الدولي نخاطب كل عقلاء العالم ونوجه رسالة للمجتمع الدولي بحتمية تشديد الخناق وأن يقوم المجتمع الدولي وبحسب بواجبه في محاسبة الدول الراعية للأرهاب المشجعة للهجرة غير الشرعية التي تجند المهاجرين غير الشرعيين لصالح الجماعات الأرهابية ذلك أن الأرهاب لا دين له ولا وطن له ولا ملة له ولا خلق له ولا حدود له فهو عابر للحدود والقرات يأكل من يأويه ومن يصنعه ومن يحتضنه ومن يدعمه إن اليوم وإن غدا وحتى من يتسطى عليه ومن يتعدد في مقاومته لا بد أن يكتوي يوما بنائه وكما قال شاعرنا العابي قديما ولقد نصحتهم بمنعاج اللوى ولقد نصحتهم بمنعاج اللوى فلم يستبين النصحاء إلا ضحى غدي وقال الآخر ندم البغاه وسيندم من يسكت على البغاه وعلى الدول الراعية للأهاب وعلى الجماعات المجندة للأهاب ندم البغات ولا تساعة من دمي فات وقت الندم ندم ندم يقول الشاعر ندم البغات ولا تساعة من دمي والبغي مارتع مبتغيه وخيم وأنشد ابن السيد لا تشاهدن خلائقا مشمولة ولا تندمن ولا تساعة من دمي نرجو أن يستفق العالم كله حتى لا يندم بعد فوات الأوان فإذا استشعر الإرهاب أكل الأخضى واليابس الجملة الأخيرة أن على العالم وعلى الدول ذات الاقتصاديات الكبيرة أن لا تنسى الدول الفقيرة سواء من حيث التكافل الإنساني أم من حيث الاستثمار في هذه الدول فالذي يخرج بعض الشباب من دولهم هو ضعف الفرص الاستثمارية فعندما يتكافل العالم وتقوم الدول الغنية بضغق استثماراتها في الدول الفقيرة التي تخرج منها مراكب الهلاك ووفود الهجرة غير الشرعية يحدث التوازن ويحدث الاستقار فالعالم كركاب السفينة إما أن تنجو السفينة بكل من فيها وهذا لا يتأتى إلا بتكافل إنساني وتعاون إنساني وتخلص البشرية من الأنانية وأن نعمل على طاحم إنساني وإما إذا لا قدر الله استشعر الأرهاب وغرقت السفينة فإنها لن تغرق بأحد دون أحد في عالم ما يحدث في شرقه يؤثر بالطبع في غربه وما يحدث في جنوبه يؤثر بالطبع في شماله مما يتطلب طاحما إنسانيا وتعاونا إنسانيا وتكاتفا في مواجهة الجماعات الأرهابية وأهل الشر والأخذ بقوة على أيدي الدول الرعية للأرهاب التي تجند الشباب من الهجرة الخير الشرعية لصالح هذه الجماعات نسأل الله العلي العظيم أن يحفظ مصر وأهلها وآيسها وجيشها وشعطتها وشعبها وأبناءها من كل سوء ومكروه اللهم احفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا مريضا إلا شفيته ولا همّا إلا فضجته ولا دينا إلا سددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها أيضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها وإستهتها يا رب العالمين اللهم كل من أسهم في تجديدي وصيانتي هذا المسجد أو في بناء غيره من المساجد اجزه خير الجزاء اجزه وأرضه في أمر دينه وأمر دنياه في دنياه وفي آخارة يا رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والي وصحبه وسلم ويا عبد الله أقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا